مهم وعاجل جداً وهو أن الأهلي خلاص خد قرار بأنه يوجه الشكر للكابتن طارق محروس ومساعدي ويكلف ياسر لبيب بتشكيل الجهاز الفني لكرة اليد وده يعني من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي شكر الكابتن طارق محروس المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد عن الفترة طبعاً هو جهاز المعاون عن الفترة التي تولوا فيها المسؤولية وبازلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج كما قرر مجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيساً لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسؤولية لنهاية الموسم ويعني ده بعد أكيد دراسة وفية لقرار زي ده عشان مصلحة فرقة كرة اليد لكن في كل الأحوال شكراً للكابتن طارق محروس ونتمنى له دايماً رب التوفيق فيما هو قادم طيب تعالوا نروح لترند الأهلي طيب ماشي نروح لفاصل الأول بعد الفاصل هنروح نتكلم بقى في ترند الأهلي وبعد الأخبار المهمة على السوشيال ميديا ونعلق عليها فاستنونا يلا بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر